وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء الخاصة بالشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال العام وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير قطاع الأعمال العام محمود عسمت وجه الرئيس السيسي أيضا بمواصلة برامج التدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية وتطوير السياسات التسوقية للشركات ذلك لنهوض بحجم المبيعات المحلية وتعزيز الصادرات إلى جانب تركيز على الشراكة مع القطاع الخاص بما يعزز جهود التقدم والتنمية في مصر